صباح الخير الرز بلبن من الحلويات اللي تقريبا الكل بيحبها هعمله بطريقتي مش هكذب عليكم وقول اني هعمله بطريقة اشهر المحلات لاني ببساطة معرفش اشهر المحلات بتعمله ازاي بس هضمن لكم ان الطريقة دي هتطلع رز بلبن احلى وانضف مليون مرة من بتاع برا متماسك كريمي لونه فاتح وطعمه خرافي مكوناته متوفرة في كل بيت طريقته سحلة جدا وفوق ده كله بتعمليه على زوقك متحكمة في نسبة السكر اللي فيه وبتضيف النجاهات اللي بتحبيها فبيكون بجد جن يلا نبتدي ونقول بسم الله عندي لتر من الحليب كامل الدساء وكل ما كان اللبن بخير ووجودته عالية كل ما كان الرز بلبن اجمل معلقة صغيرة فانيلا نص كوباية رز مصري مش بنستخدم غيره لانه بيكون فيه اكبر نسبة نشا بخسره مرة واحدة بس وبصفيه مش بنقعه ولانه في الغسلة دي ضايع شوية من النشا اللي فيه فهضيف معلقتين كبار نشا نص كوباية سكر وده ممكن يتزود او يتقلل حسب الرغبة على الكمية دي هضيف كيس كريم شانتي حجم كيس 35 جرام وكوباية لربع من كريمة الخفق بالإضافات دي احنا بنرجع للبن نسبة كبيرة من الدسم وخصوصا لو اللبن معلق هحتاج كوباية مية عشان نساوي الرز وعليها كوباية لبن من الليتل اللي احنا هنستخدمه هحط عليهم الرز المخصول مرة واحدة بس ومتصفي هديله تقليبة وغطي الحلة وهسيبه على نار عالية لحد لما يغلي اول ما يغلي هقلبه اتأكد لما فيش رز لاسق وهسيبه يستوي على نار حدية لمدة 20 دقيقة بالزبط انا دايما بزبط تايمر التليفون علشان ما نساش بعد 20 دقيقة الرزي بيكون استوى هنزل بباقي اللتر وعلى نار متوسطة هسيبه مع التقليب كل فترة والتانية لحد ما يوصل لدرجة الغليان بدل ضفت لبن مش بغطي الحلة ومش بتحرك من قدامه هو مش هياخد اكتر من 20 دقيقة كمان لحد ما يكون جاهز اما يبتدي يسخن هحط عود ارفة انا بحب تعمل ارفة في الرز بلبن فيه بيضيفه مستيكة او جوز هند او ما دفيش حاجة خالص بعد كده ههدي النار وهحط الكريم شانتي ونقلبه احنا بنضيفه علشان ما يخرس مننا والسكر برضو مع التقليب وبعد كده كريمة الخفق فيه ناس بتضيف لبن بودرة او قشتة كل الاضافات دي بتدي دسامة اكتر للرز بلبن هحط ربع كوباية لبن على النشا وهقلبهم لحد ما النشا تدوب وهضيفهم على رز بلبن مع التقليب طبعا مهم جدا ان النار تكون هدية واحنا بنضيف النشا وهقلب من 3 ل 5 دقيقة لحد ما القوام يتقل اخر حاجة بضيفها هي الفانيلا ممكن تضيفي ماء ورد او ماء زهر حسب الرغبة زي ما انتو شايفين القوام كده مزبوط لا هو تقيل ولا خفيف كريمي لونه فاتح هصبه في اطباق التقديم ولازم اقلب وانا بصبه عشان ما يبقاش واحد فيه كريمة زيادة واحد فيه رز زيادة يبقوا كلهم متساويين نص كوباية رز ولتر لبن عملوا الكمية دي كلها كوباية القهوة صغنونة التسباطي برضي حلوة قوي للاطفال اللي دايما مش بيخلصوا طبقهم هسيبوا يبرد تماما هغطيه ودخلوا التلاجة 3-4 ساعات بعد كده بيكون جاهز للاكل علشان الوش المكارمش لازم يباتيوم كامل في التلاجة انا مسكت نفسي بالعافية عشان ما كلش منه وصوره ووريكم شكله ايه وهو مكارمش كده بس بالنسبالي مش بيفرق معي الوش ده قوي بصراحة المهم الطعام هو ملوش علاقة بجودة الرز بلبن بس هي ازواء زي ينوبا بالطريقة اللي تعجبكم في ناس بتحط نوتالا زبدة لوتس مربا انا اكتر حاجة بحبها بالمكسرات الزيب وجوز الهند شكل التقليدي للرز بلبن بتاعنا سكر مزبوط قوامو كريمي يجنن طعم احلى مليون مرة من برة يارب الفيديو يكون عدبكم اتمنى تجربوه وتقولولي رأيكم واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وفيديو تزيد باي باي